اهلا وسهلا متابعيني كرام اهلا وسهلا كل في اسمعني الول مرة معكم من صفا قناة تيو كل في اسمعني الول مرة واجه بالفيديو ما ينساش اشترك وفعل قرص حب اعرفوني في قناة ثانية اسمع يوتيوك معرفة تابعونا القناتين واشتركوا في القناتين كيصلت كل محتوى القناتين القناتين بنزل فيهم تعبير وانشاءات ووضعيات ادماجية وتلخي الزروس وكمان حلول وباقي محتوى القناة لا تنسونا باللايك اذا اعجبكم الفيديو ويقوم انتحدوا للقناة فضلا وليس امرا اليوم وضعية عن اه مجازر اه تمانية ماي ثمانية ماي الف تسعمائة خمسة واربعون يعني تمانية اه مايو الف تسعمائة خمسة واربعون خمسة اه واربعون ميلادية اه طلبت مني من احد المتابعين يريد تعبير عن هذه اه اه المجازر ازباب ونتائج اه مقدمة اطرب بياض مجازر اه تمانية ماي الف تسعمائة خمسة واربعون جرائم ضد الانسانية اه تبقى للابد وتصبح نقطة سوداء في تاريخ فرنسا المستعمرة فماذا تعرف عنها وما هي نتائجها مقدمة لمحة الموضوع وختمت المقدمة باشكالية يعني اشكالية سؤال اه طبعا السؤال او الاشكالية اللي بنضعه في المقدمة يجب ان يكون اجابته في العرض هنجد اجابة اجابة الاشكالية هنجدها في اه العرض العرض اطرب بياض تعتبر مجازر تمانية ماي الف وتسعمائة خمسة واربعون حدث تاريخي ومن اسبابها هنتكلم عن الاسباب اه اعلان الميثاق الاطلسي الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها فخرج الشعب الجزائري هنا في فاصلة فخرج الشعب الجزائري في كامل اضطراب الوطني ليعبر عن فرحته مطالبين بالوفاء اه بالوعود اه المتمثلة في الحرية والاستقلال وكذلك تصاعد الوعي الوطني ورغبة الجزائريين في محاربة الدكتاتورية ويطلق صراح المعتقلين ولكن في هذا اليوم مظهر الوجه الحقيقي للاستعمار فارتكب اه مجازر وحشية واستعمل اسلوب القامع والقتل هتكلم عن اه نتائج اه اه ذكرنا الاسباب الجزدة اسباب اسباب اه المجازر ويه اه ثم حننتطر اه اه تحدس عن النتائج فتان من نتائجها استشهاد اكثر من خمسة واربعون الف شهيد واعدام الكسيرين والحكم على بعضهم بالسجن وممكن نضيف ايضا انه في الى اه بلاد اخرى بلدان اخرى ان ينفوهم وكذلك تدمير القرى وتزايد كره الجزائرين للمستعمر واه واعتقال القادة ويعادة بناء الحركة الوطنية وكذلك حل الاحزاب واهتزاز مكانة فرنسا الدولية الجزء دا نتائج اه سلس اصطر النتائج اه ممكن تلخصوا ممكنكم التلخيص اذا وجدتوا الوضعية طويلة انا كتبت اه كل اللي اعرفوا عن الاسباب وكل اللي اعرفوا عن النتائج يليس بالضروري كتابة كل ذلك يعني ممكن تلخصها اه تلخصها بطريقاتك الاسباب والنتائج ندخل على الخاتمة هذه المجازر اطرق بيات في البداية اه في بداية الخاتمة هذه المجازر جعلت الجزائريون اه يدركون ان الاستعمار الفرنسي لا يفهم لغة الحوار بل يفهم لغة السلاح والدن وكل وعودهم كاذبة وكل وعودهم كاذبة وما اخز بالقوة لا يتسرد الا بالقوة فبدأ العد التنازول لاندلاع الثورة 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 الجزائرية بدأ العد التنازول لاندلاع الثورة اضع نقطة اه استعبير يبدأ بباياط وينتهي اه بنقطة اه يرب الوضعية اعجبكم اذكرت اه انا الازباب والنتائج كما طلبت مني اه او طلبت مني في القناة يريد ازباب ونتائج اضفت لها مقدمة وخاتمة اه يرب الفيديو اعجبكم اشكركم على حسن الاستماع واترككم في رعاية الله كانت معكم مصطفى قناة تيوك لا تنسونا اذا اعجبكم الفيديو او خستجزه منه او قمت بتلخيصيه او اه اخست كله اه اه اعملونا لايك وكومنت حلو ازبط وجدك بكومنت حلو القناة اراكم في الفيديوهات القادمة واترككم في رعاية الله مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة